مستعد للموت على أن لا يفصح عن أسراره هكذا وصف المحققون الشيخ عمر الأطرش وبأنه الأخطر من بين المعتقلين ولم يعترف تحت الضرب والتعذيب كما أشيع مؤكداً ذلك التقرير الشرعي بل استخبارات الجيش استجوبته استجواباً خاصاً مستندة بذلك إلى أدلة قاطعة وإثباتات كانت رصدتها مسبقاً من حركة اتصالاته ورسائل نصية وتسجيلات صوتية وصور أيضاً بحسب مصادر أمنية للجديد أشارت إلى أن أجوباته محددة جداً ولا يجيب إلا عما يواجه به بأدلة قاطعة تدينه الأطرش يمكن القول فيه إنه الدينامو له دور في كل تفجيرات الضاحية الجنوبية بإرحساً وحتى حادثة الاعتداء على حاجز الجيش في منطقة الأول في صيدة استغل صفته كشيخ فكان صلة الوصل بين كل المجموعات التي ارتكبت أعمالاً إرهابية في لبنان فكان ينقل انتحاريين يهرب السيارات المفخخة ينقل الصواريخ ويسهل المرور على الحواجز مستفيداً من عدم تفتيشه باعتباره رجل دين في تفجير مبنى السفارة الإيرانية هو من نقل السيارة المفخخة والانتحاريين معين أبو ظهر وعدنان المحمد إلى بيروت وانتهى عمله هنا والأمر نفسه في حادث مجدليون وحاجز الجيش في منطقة الأول حيث نقل أيضاً منفذي الهجوم على الحاجزين إلى صيدة بجيب شيروكي أسود وبعد إصالهما عاد إلى بيروت حيث تسلمها شخص فيما نقل الشيخ الأطرش في سيارة أخرى إلى البقاع والجيب شيروكي نفسه الذي انفجر في منطقة العريض حارة حريك في الضاحية الجنوبية وبحسب المطلعين على التحقيقات فإن في اعترافات الأطرش أنه كان يتعاون مع كل مجموعة بحسب اختصاصها يتسلم من الدولة الإسلامية السيارات المفخخة أما الصواريخ فمن كتائب عبدالله عزام أما جبهة النصر فيسلمها الانتحاريين في سوريا ويتسلمهم مجهزين بكامل عتادهم ثم ينقلهم إلى بيروت لتنفيذ عملياتهم وهذا العمل بالتحديد أدى إلى إلقاء القبض عليه حيث كان ينقل سعوديين انتحاريين لتجهيزهم في سوريا في حين أن المخابرات الأمريكية كانت تتبع السعوديين وأعطت الإشارة إلى مخابرات الجيش اللبناني الذي تتبع حركة الأطرش بدوره وألقى القبض عليه أما ما لم ينفذ ويوضع في دائرة الخطر بحسب معلومات الجديد فإنه في أثناء التحقيق مع الشيخ عمر الأطرش تمت مواجهته بإحدى رسائل الواتساب مع أبو خالد السوري الذي تبين أنه مفخخ السيارات بحسب اعتراف الأطرش وأنه كان يذهب إليه في منطقة يبرود السورية حيث مكان التجهيز وتسلم السيارات المفخخة وقد تسلمها وأدخلها إلى بيروت أيضا وهي ضائعة الآن في شوارع بيروت إضافة إلى ذلك اعترف بإدخال أربعة صواريخ لم تطلق بعد وثلاثة أحزم ناسفة كان مخططا لها أن تستخدم في الاعتداء المقبل في أحد المقاهي في الضاحية الجنوبية على الشكل التالي يتم إطلاق النار، يجتمع الناس وثم مباشرة يقوم الانتحاري بتفجير نفسه ثم تقترب سيارة مفخخة وتنفجر التحقيقات ما زالت جارية وبحسب المحققين هناك عددا من الأسرار ما زالت في حوزته